السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هقدم ليكم احلى واجمل براونيس كيك تغطي كده ميكس بين البرونيس كيك والمولتون كيك كمان هنعملها من غير دقيق من غير شفان خالية من الجلوتين وكمان من غير موز بمكون جديد كده بس الطعم رغيب مناسبة للضيت العادي وكمان مناسبة لمرض حساسية الجلوتين وحساسية الالبان ومناسبة لمرض السكري واللوكارب طريقة تحضيرها سهلة مكوناتها بسيطة جدا واقتصادية يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بقى بجد مفاجأة انا هعمل البرونيس كيك دي من البطاطا انا معايا هنا اتنين حبة من البطاطا حجمها كبير دي بطاطا مسلوقة بالمية بس ممكن تستعمله كمان البطاطا المشوية ومعايا كمان اتنين كيس من سكر استيفيا واتنين بيضة خل طفاح حضوي فاناليا سيلة ومعايا كمان كاكاوي يكون بني غامق غير محلة هي دي بس المكونات انا هستعمل في الوصفة اتنين حبة من البطاطا حجمها كبير دي بطاطا مسلوقة بالمية بس لو عايزين تحطوا بطاطا ما شوية زي ما انتو عايزين بنصلق البطاطا لغاية لما تستوه معانا كويس قوي وبعد كده هنبدأ نقشرها بالطريقة العادية خالص ناشير للقشر بتاعها لو عايزين ان انتو تقشروها قبل ما تسلقوا البطاطا زي ما انتو عايزين دلوقتي بقى انا هقشر البطاطا خلاص كده اول واحدة بتكون جاهزة معانا هنحطها بعد الوقتي في طبق كبير وهقشر البطاطا التانية بنفس الطريقة وبعد ما اشرتهم بالشكل ده هنجيب بعد الوقتي شوكة كده ونبدأ ان احنا نهرس البطاطا وبعد ما تهرست معانا كويس كده هنبدأ بعد الوقتي نضيف عليها باقي المكونات التانية هنحط بعد الوقتي اتنين بيضة كبيرة طبعا المكونات معانا مكونات اساسية مفيش بدائل يعني المكونات بسيطة او بعد ما حطيت البطاطا بالشكل ده وهرستها بالشوكة وبعد كده حطيت عليها اتنين بيضة كبيرة هنحط بقى دلوقتي معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة طبعا الفانيليا دي بتكون من غير سكر وحطيت كمان دلوقتي تقريبا معلقة صغيرة من خل التفاح العضوي ممكن نستعمل الخل العادي وهنحط بقى كمان دلوقتي السكر السكر حسب الرهبة انا هحط اتنين كيس من سكر استفيا وزن الكيس الواحد طيب ايه البديل ممكن تحطوا بالنسبة للدايت العادي ممكن تحطوا عصر ابيض او تحطوا دبس طمر زي ما انتوا عايزين التحلية لكن بالنسبة للمرضى السكري حطوا سكر دايت وكمان للوقرب بيحطوا سكر دايت طيب ناس هتقولي البطاطا بتعلي السكر لا البطاطا مناسبة جدا لمرضى السكري ممكن ان انتوا تعملوا السرش على جوجل هتعرفوا ان البطاطا مناسبة جدا لمرضى السكري وكمان للوقرب ممكن هم ياخدوا البطاطا حطيت بقى دلوقتي بعد ما قلبتهم مع بعض كده حطيت معلقة ونص كبيرة من الككاو الخام بيكون ككاو بون غامق غير محلة هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها مع بعض كده بالمضرب اليدوي لغاية لما يختلطوا مع بعض ويكون معانا القوام بالشكل ده وخلاص كده بتكون جاهزة معانا هجيب بقى دلوقتي تثبته لك كده ولم العجينة على بعضها بيكون معانا القوام جميل جدا كده هنجيب بقى دلوقتي الصينية الصينية دي التاني واحدة في الطقم البيركس هنحط عليها ورقة زبدة نازم نستعمل ورقة زبدة يكونها كويس وبعد كده هنبدأ نحط الخليط هنزبط كده ورقة الزبدة في الصينية وبعد كده هنحط الخليط شايفين القوام لازم يكون معانا كده هنحط بقى دلوقتي الخليط ونوزعه في الصينية بالشكل ده كده وفي الوقت ده بنكون طبعا شغلنا الفرن عشان يكون سخن معانا قبل ما ندخل الكيك هنوزع بقى دلوقتي الخليط ونحاول كده ان هو يكون متساوي في الصنية كلها بالطريقة دي كده خلاص كده بتكون جاهزة معنا ممكن دلوقتي تدخلوها الفرن او تزينوها تزين بسيط انا حب ان انا اعلي القيمة الغذائية وديها كمان طعم حلو فحط بقى دلوقتي على الوش كده شوية من اللوز المجروش ممكن تحطوا شوكولت شيبس اللي هي شوكولت شيبس دارك او تحطوا قطعة من الشوكولاتة الدارك او تحطوا مكسرات او تخلوها سادة يعني التزين كده حسب الرغبة انا حطيت على الوش كده شوية من اللوز المجروش وعلى فكرة ممكن تحطوا اي نوع مكسرات تانية يعني اللي عندكو حطوه ايه ووزعتوا بقى على الوش بشكل ده وناخد بقى دلوقتي الصنية دي واندخلها الفرن وقبل ما اندخلها الفرن بقى انا كتبت دلوقتي ليكم المكونات بالزبط اتبعوا المقادير عشان تطلع معاكم نتيجة زي الفيديو هناخد بقى دلوقتي الصنية دي واندخلها الفرن بتدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 وده شكلها معانا في الفرن هي كده خلاص استوت بتقعد في الفرن نص ساعة 30 دقيقة بالزبط على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بعد كده بنقفل الفرن ونشغل الشوية علشان نسويها من فوق وكمان نحمص اللوز وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده عايز اقول لكم يا جماعة ان ريحتها كانت تحفة كانت مالية لبيك كله ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا هنعمل بقى دلوقتي ليها اختبار بالخلة كده عشان نتأكد ان هي مستوية بندخل الخلة كده وتطلع بتطلع معانا نشفة لما الخلة تطلع نشفة كده يبقى كده خلاص مستوية هنشيل بقى دلوقتي الكيكة كده من ورقة الزبدة وهنبدأ ان احنا نقطعها في الوصفة دي لازم نستعمل ورق زبدة يكون نوع كويس لو ما فيش ورق زبدة استعمله المفرش السيليكون لان لو استعملت ورق زبدة نوع مش كويس هتلسأ فيها الكيكة وهيبقى صعب ان احنا نطلعها هنبدأ بعد دلوقتي نقطع الكيكة كده طبعا قطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه هنشيل بقى دلوقتي الاطراف اللي هي الغير متساوية دي طبعا مش بتترمي دي بتبقى احلى من الكيكة نفسها وهنبدأ بعد دلوقتي نقطعها كده طبعا قطعوها زي ما انتوا عايزين انا هقطعها على شكل مربعات بالطريقة دي كده وبتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي ان احنا نقدمها خلاص بقى بتكون جاهزة معانا دلوقتي هنبدأ بقى نشيل دلوقتي الكتع بتاعة الكيك شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي بتكون معانا بالشكل ده متماسكة وطعمها لذيذ قوي بجد الوصفة دي فعلا اختراع لما تجربوها هتعجبكو جدا وهترجعوا ان شاء الله تكتبولي في التعليقات ان هي عجبتكو وصفة سهلة مكوناتها بسيطة ومغزية للاطفال طبعا بالنسبة للاطفال بنبدل الى سكر الدايت ونحط بداله عسل طعمها ان شاء الله هيعجبهم قوي وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي متماسكة وطعمها لذيذ قوي هتديكم مكس كده بين طعم المولتون كيك وكمان البرونس كيك طبعا انتو بقى لما تجربوها ارجعوا تبولي في التعليقات طعمها عامل معاكو ازاي طعمها لذيذ قوي ناخدها كده مع قهوة او نسكافي بلاك انا حبيت ان انا اخدها مع قهوة عربي الوصفة سهلة مكوناتها بسيطة وطعمها جميل جدا هنشوف بقى دلوقتي القوام بتاعها شايفين ما شاء الله جميلة جديد والقطع الصفرة اللي جوه دي دي قطع من البطاطا ما ترستش كويس عادي مافيش اي مشكلة اهم حاجة ان طعمها حلو قوي وان شاء الله الوصفة دي هتعملوها كتير جدا الكيكة دي تقعد معاكو في التلاكة اسبوع ما بحصل لهاش حاجة طعمها لذيذ قوي وللناس اللي عايزة تعمل منها كمية تحطها في الفريزر بس تحفظ القطع ما بين كل قطع والتانية ورقة من الزبدة وطلعوها قبل الاستخدام بحوالي 10 دقايق كده وان شاء الله هتبقى طعمها كأنها لسه معمولة وهتعجبكو قوي جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة وبالف هانا وعافية